عقلنا من جهة بيكشف حقائق وبيسطر حقائق تمشي العاطفة وقتها بموازات العقل أو يعني بالقرب منها هناك مستويات من الوعي فحتى الحيوانات لديها وعي بدائي جدا كل شخص يفعل ما يشاء لكن ليس كل ما يشاء أن يفعله الشخص يمكن أن تكون له نتيجة وأثر على مستوى الوعي بودكاست كلام في الفلسفة معي أنا نور حريري مرحبا يقال دائما أن الشخص إما بيكون عقلاني أو بيكون عاطفي وحتى ضمن العلاقات يقال حين تحضر العاطفة يغيب العقل وحين يتصرف الشخص بعقلانية مع الآخر فهذا يعني ليست لديه أي عاطفة يعني دائما ترسخ عبارة يا بتفكر يا بتحس حتى في الفلسفة هناك اعتقاد شائع أن الفلسفة منقسمة إلى فلسفة عقلانية وفلسفة رومانسية عاطفية وهذا كلام أبعد ما يكون عن الدقة ولن نخوض فيه الآن لكن ما سنتوقف عنده في هذه الحلقة هو فلسفات وعلوم دافعت بشدة عن عقل لا يمكن أن يكون حادا ومنطقيا من دون عاطفة ذكية جدا وعن عاطفة لا يمكن أن تكون أصيلة من دون عقل لماح ومتوقد جدا لكن وقبل أن نبدأ أكيد عم تقولوا بينكم بين حالكم أنه هذا الكلام غير منطقي فدائما منشوف انفصال بين العقل والقلب منشوف عاطفية تؤدي إلى اتخاذ قرارات سريعة وعشوائية أو عقلانية تؤدي إلى حياة باردة ورتيبة جدا لكن في الحقيقة هذه العاطفية هي أقرب إلى الانفعالية وهذه العقلانية هي أقرب إلى الميكانيكية لذلك دعوني أطلعكم على السر الذي يحسم هذا الجدال على الكلمة الناقصة في كلامنا هذا التي سأقولها الآن وسأتحدث عنها فلسفيا وعلميا بعد قليل السر هو الوعي الوعي هو الذي ينظم حياتنا الداخلية النفسية وينصق بين الصور والخيالات التي تأتين من الحواس وتصبح عاطفة والمعنى الذي نستمده منها عقليا فهناك عقول منطقية وتحليلية لكنها بلا وعي لذلك لا يعول عليها وهناك عواطف حقيقية وقوية لكنها غير واعية ولا يعول عليها أيضا فلنبدأ الآن مع طبيب وعالم الأعصاب البرتغالي الشهير أنتونيو داماسيو تعالوا نفكر مع بعض بالطريقة يلي بتتولد من خلالها العواطف ومن ثم الأفكار مثل ما بيقدمها داماسيو في البداية تلتقط حواسنا المدخلات الخارجية يعني الصوت، اللمسة، المشهد تتحول هاي المدخلات إلى صور سمعية أو لمسية أو بصرية في أذهاننا ومن ثم يعالجها العقل وبناء على ما نحمله نحن من أفكار ومعتقدات ومبادئ نعطي هذه الصور معنا معينا بحيث يكون هذا الشخص الذي رأيناه جميلا أو قبيحا أو هذا الصوت جذابا أو منفرا أو هذه الرائحة مرغوبة أو مزعجة ومن هذه الأحاسيس تتشكل العواطف يعني هناك عملية منظمة بين الإدراك الحسي والمعالجة العقلية لكن المشكلة كما يقول داماسيو أنه أحيانا عقولنا بتخفي حقائق معينة فيعني عقلنا من جهة بيكشف حقائق وبيستر حقائق إذن عمليا العقل هو يلي عم يعالج العاطفة والعاطفية بيقول داماسيو هي الأساسية في عمليات التفكير والاستدلال واتخاذ القرار وبيحكي عن دراسة أجريت على عدد من الأفراد المعروفين بعقلانيتهم العالية لكن فقدوا نتيجة لتلف عصبي في موقع محدد بأدمغتهم فئة معينة من العواطف وفقدوا بالتالي قدرتهم على اتخاذ القرارات العقلانية وبيقول أنه نقص العاطفة يضر بالعقلانية كما تضر العاطفة المفرطة لكن بعيدا عن أي تلف عصبي خلونا نحكي بالحالة العادية ليش أوقات عم بتكون العاطفة مفرطة وعم بتأدي لاتخاذ قرارات غير عقلانية الآن نعود إلى الكلمة المفتاحية وهي الوعي الوعي سر ولغز كبير حير وما زال يحير العلماء الوعي بكلمات بسيطة وحسب رؤية داماسيو هو يلي بيولد المعرفة التي يمكن أن تضبط الإفراط في العاطفية أو في العقلانية الوعي هو يلي بنظم عمليات التكيف والتعلم والانتباه لإشارات معينة الوعي هو يلي بيساعد هاي الأحاسيس يلي عم تجي من الخارج أن تكون معرفية يعني بدل ما تكون هالعواطف عابرة وبلا معنى الوعي بيكسبها معنى وبيحولها لمعرفة ليبني عليها التحليلات والمقارنات والاستنتاجات والتفسيرات بتعبير أدق يبدأ الوعي كشعور يتحول إلى صورة في الذهن إلى معنى ومن ثم إلى ذاكرة وبلحظة يصبح كل ذلك معرفة يبنى عليها القرار يقول داماسيو الوعي هو المعرفة لكن طبعا هناك مستويات من الوعي فحتى الحيوانات لديها وعي بدائي جدا عند البشر يميز داماسيو بين نوعين أساسيين من الوعي الوعي الصميمي وهو وعي بيولوجي بسيط جدا في هذا الوعي لا نشعر إلا باللحظة الراهنة لا نستطيع أن نفكر في المستقبل أو في الماضي الماضي هو بالنسبة لنا بيكون يعني الأحداث اللي جرت أخيرا النوع الثاني من الوعي هو الوعي الموسع وهو ظاهرة بيولوجية وثقافية معقدة ويتفرع هذا الوعي إلى مستويات عديدة يزودنا هذا الوعي بالإحساس بذاتنا بالهوية الشخصية الزمن ويعتمد على الذاكرة ويدعم من خلال اللغة ويتيح لنا هذا الوعي بأن نصبح ذوات سردية وسيارية يعني نكون أشخاص قادرين على سرد قصة حياتنا هذا السرد بيسمح لنا نحس بذاتنا وبالآخر بيسمح لنا نستخدم اللغة بطريقة مبدعة وبيسمح لنا ننظم عواطفنا في خط زمني وبالتالي نعالج هاي العواطف بطريقة حذرة وذكية فندرك النتائج والعواقب وعلاقات الأشياء بعضها ببعض وهو يلي بيسمح لنا أن نكون عاطفيين وعقلانيين بالوقت نفسه طبعا هذا لا يعني إطلاقا أننا كائنات عقلانية بصورة كاملة فنحن نعرف أن اللاعقلانية هي أيضا موجودة في داخلنا نجد هذا الكلام الذي يقوله داماسيو بالحرفية نفسها في الفلسفة لدى الفيلسوف هيغل الذي نظر في العقل ووجد أن الوعي ليس واحدا بل هو على مستويات كثيرة البسيط والمعقد والأكثر تعقيدا والانتقال من مستوى إلى مستوى هو انتقال في مستوى المعرفة فالمعرفة عنده تتطور من خلال العاطفة والعقل معا وكل العمليات العقلية تبدأ من خلال الحواس ما أسماه بالذكاء الشعوري ويقول كل المنطق نجده في الشعور كل المعرفة تبدأ من الشعور والعقل هو الذي يحول هذا الشعور إلى أشياء موجودة في العالم يفهمها العقل ويضعها في سياق وتتشكل لديه عاطفة تجاهها والعملية لديها أيضا تبدأ من خلال تشكيل صور حيث تنظم هذه الصور وتتخيل وتوضع في الذاكرة طبعا هي عملية معقدة جدا ويصفها هيغل بدقة ويركز على دور اللغة فيها بصورة خاصة رح أطلع شوي من كل الكلام النظري وإحكي شوية كلام عملي كتلخيص لما ذكر كيف ممكن نوصل لهالدرجة من الوعي يلي من خلالها منكون قادرين على التنصيق بين العقل والعاطفة بطريقة غير حسابية ورياضية وإنما بطريقة تلقائية وعفوية أولا لا شك أن الوعي هو شيء نطوره تدريجيا ولا شك أيضا أن عملية تطوير هذا الوعي تتطلب العقل والعاطفة معنا عملية التطوير بتكون من خلال طبعا التجارب، العلاقات، القراءات، الأفكار وغير ذلك لكن السؤال هون أي تجارب هذه التي يمكن أن تغيرنا بشكل أصيل وتطور من الوعي؟ أي كتاب، أي قراءة، أي عمل، أي مهنة، أي علاقة؟ هذا مجال حر طبعا كل شخص يفعل ما يشاء لكن ليس كل ما يشاء أن يفعله الشخص يمكن أن تكون له نتيجة وأثر على مستوى الوعي هناك كتب مفيدة وتغيرنا وهناك كتب وتجارب وعلاقات وأشياء كثيرة غير مجدية وحتى نعرف إن كانت هذه التجربة مجدية أم لا يجب أن يكون الإنسان صادق مع نفسه عم يتصرف من داخله أي عم يرجع يفعل بالبداية هاي الحواس يلي بتلتقط المعطيات الخارجية هذا الذكاء الشعوري ومن ثم الخوض في التجربة أو العلاقة بعقل حاضر يقرأ باستمرار ينقض باستمرار يسائل كل ما يجري في داخله باستمرار هاي العملية الذهنية هي المنطق ومع تراكمها تصبح هي المعرفة وهي الوعي بالتأكيد سيكون هناك إخفاقات في التجربة ومغالطات في طريقة التفكير لكن هذه الإخفاقات والمغالطات ضرورية وستصبح مجدية مع الوقت وستصبح قليلة شرط أن تكون التجربة في الأساس أصيلة والتساؤل المعرفي قائما والتفكير والبحث مستمرين بحيث يتحول كل إخفاق إلى انتصار فيسم الوعي لكن إذا كانت الرغبات والتجارب مفروضة من الخارج من خلال إيديولوجيات معينة مثلا لن تكون العملية مجدية وسيبقى الوعي على ما هو عليه بسيطا وغير قادر على ضبط العقل أو العاطفة لذلك علينا أن نميز بذكائنا العاطفي والعقلي معا ما هي التجربة أو العلاقة أو القراءة التي تستحق الخوضة فيها وحين يتطور الوعي تدريجيا تمشي العاطفة وقتها بموازات العقل أو يعني بالقرب منه حين يتنبه العقل إلى إشارة تنذر بالخطر تخفوط العاطفة تدريجيا يدرك الشخص أن العلاقة مع الآخر يجب أن تقوم على الاختلاف وليس على التماهي والانصهار وأن الاختلاف لا يؤدي إلى التنافر يدرك الشخص الخير أو المساواة بطريقة مختلفة لا تقوم على الرياضيات والحسابات يدرك الشخص النقص وعدم الكمال في العلاقات العاطفية ويفهمه ويعيشه برضا وربما بسعادة أيضا الأمثلة كثيرة لكنني ستوقف هنا وسأعود إلى هذا الموضوع بشكل مفصل في حلقات مقبلة محبات وسلامات قلبية وعقلية مني لكم إلى اللقاء